أقامت كلية العلوم التجربية في جامعة سليمانية تقنية ندوة علمية مشتركة مع دائرة البيئة في محافظة حلبشة بعنوان موجات الغبار نتائج وحلول تضمنت الندوة بحوثا عدة قدمها أساتذة متخصصون في مجال البيئة والزراعة يوم عندنا إن شاء الله بالموضوع مهم جدا هو مناقشة موضوع التراكم والغبار وتصاعد موجات الغبار بالفترة الأخيرة وتأثيرها على البيئة وتأثيرها على المجال الزراعي والإنسان طبعا هذا موضوع جدا مهم واليوم طبعا هذا الموضوع هو يعني راح يكون بالتعاون مع الجامعة السليمانية التقنية ممثلة بالكلية التقنية للعلوم التطبيقية في حلبشة مع دائرة بيئة حلبشة هذا اليوم إن شاء الله راح نتناولون ثلاث سمينارات ثلاث مفاصل في هذه الندوة العلمية طبعا بالفترة الأخيرة نلاحظ بسبب التغيرات المناخية وبسبب الموجات الجفاف اللي صارت بسبب انحسار موجة الأمطار والفترة الأخيرة بسبب قلة الغطاء النباتي خصوصا بالمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية وزيادة موجات التصحر اللي هي أثرت على تأثير الغطاء النباتي وبالتالي هاي الموضوع جدا مهم لأنه راح يأثر على خلي نقول التنوع التنوع الغطاء النباتي الموجود راح يأثر على صحة الإنسان راح يأثر أيضا على حياة الإنسان راح يأثر على القطاع الزراعي بالتالي بالضبط احنا نتأمل خير أنه يكون أكو تعاون بين دائرة البيع وبين المؤسسات العلمية والأكاديمية البحثية في سبيل التوصل إلى حلول إن شاء الله خصوصا في المنطقة يعني في قليم كردستان إن شاء الله والعراق بشكل عام حتى نتوصل إلى حلول يعني علمية وحتى نقلل من هاي الموجات الغبار خلي نقول عن طريق البحث العلمي وعن طريق الإدارة لعمليات الجفاف وإدارة مثلا خلي نقول سقوط الأمطار وحصاد المياه وبالتالي خلي نقول توزيع الكثافة النباتية الاستمرار بالتجيير استمرار بالغطاء النباتي استمرار خلي نقول عمل حزام أخضر في المناطق مثلا المهمة حتى خلي نقول أن جاءت الإمكان أنه نقلل تأثير هذه الموجة الغبار اللي متساعدة بالفترة الأخيرة وهي طبعا موجة مم فقط في العراق يعني موجة خلي نقول في المنطقة كلها لان